أهلا وسهلا فيكو رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة حل مشكلة رسالة الخطأ اللي ظهرت عندي بالفوتوشوب الرسالة عم تقول انه هذا النوع من الملفات ما بيقدر الفوتوشوب يفتحه طيب شو هو الملف اللي أنا كنت عم بفتحه أنا صراحة كنت عم بفتح صورة موجودة عنديها على سطح المكتب يلي هي هاي وحتى الويندوز قادر على انه يشوفها تمام يعني هي مستند وورد ولا بي دي اف عم بفتحها عم تطلع لي هاي الرسالة ويقل لي الفوتوشوب انه أنا مالي قادر على اني افتح هاي الصورة كيف فيني حلها المشكلة خليكم معي لنهاية الفيديو وقبل ما نبلش بالحل السريع والبسيط يا ريت تعطوني لايك على الفيديو لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا اول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية اصدقائي الحل على الشكل التالي اول شي بنعمل اوكي لهي الرسالة اللي قدامي وبنتقل عند سطح المكتب او المكان الي موجود فيه الصورة بفتح اي مجلد او اي مستند لاعلى التعيين ومن هذا المكان بنتقل عند عرض ومن ثم بنتقل عند خيارات المجلد بداخل خيارات المجلد بنتقل عند عرض وبزيل إشارة الصح من على اخفاء ملحقات الملفات لانواع الملفات المعروفة بس بشيل اشارة الصح وبعمل تطبيق برجع لعند المجلدة اللي موجودة عليه الصورة اللي هو مثلاً سطح المكتب ومنلاحظ انه هي واحد مقطة بلاحقة ما لا معروفة عادةً لاحقت هاي الصورة هو الجي بي جي رح نعدلها ونحطها جي بي جي ومجرد عملت انتر رح تطلع لي هاي الرسالة بقال له موافق وصارت لاحقت الصورة واحد دوت جي بي جي طيب برجع لعند الفوتوشوب هلا بروح لعند فايل وبقال له اوبين وبختار نفس الصورة اللي هي فاتحة اساساً بالويندوز ومنلاحظ انه فتحت عندي الصورة داخل الفوتوشوب واختفيت رسالة الخطأ شكراً لمتابعتكن أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية